موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي وسلم النهاردة هنبدأ سلسلة فيديوهات مهمة جدا كتير جدا طلبوها مني بعد ارتفاع أسعار السيارات قالوا لك كلم شوية فيديوهات الصيانة وفيديوهات التعليمية فحبنا نبدأ بفيديوهات الصيانة لك ذلك أول فيديو مطلوب طبعا في الوقت الحالي هو إزاي توفر من البنزين بتاع العربية الفيديو بتاع النهاردة فيه عشر نصائح زابية لو اتبعتها هتوفر أكتر من نص استهلاكك للبنزين بالزبط حاجات مهمة جدا هقولك عليها في العربية لازم تراجعها من بكرة عشان تتأكد أن كل حاجة مظبوطة توفير البنزين مهم جدا بعد الارتفاع الأسعار الرهيب خلينا أقولك أن دايما النصيحة الأولى عندي اللي بقولها على طول وهفضل أقولها في كل مرة فول العربية بتاعتك الصبح بدري بلاش تروح تفول العربية بتاعتك في وسط النهار أو بالليل خليك دايما تفويل السيارة يكون الصبح بدري وانت رايح الشغل لأن الصبح بدري البنزين بيكون في قلب التانك بتاع البنزيمة مظبوط ما فيش فيه هوا ولا فيه بخار ولا فيه أي حاجة فالبنزيم بالزبط لو أنت حاطت عشر لتر هينزلو لك عشر لتر في التانك طبعا دا لو البنزيمة بيسترقى في البنزيم زي ما احنا عارفين إنما تفوست النهار بتحس إن البنزيم بينقص يعني ممكن ينقص في العشر لتر نصف لتر فلذلك أول نصيحة فول عربيتك الصبح بدري تاني الصيحة على طول تعالى نتكلم عليها تكييف العربية إحنا كده كده دخلين على الفترة بتاعت الخليف والشتاء فاستخدام التكييف كده كده هيبقى منعدم في الشتاء ولكن الفترة ديا لسه فيه ناس بتستخدم التكييف لإنه فعلا الجو بالنهار بيكون حر شوية فما تحاولش تعلي التكييف على الآخر ودايما في الطرق الزحمة اعرف إن التكييف بيستهلك كتير دايما يقولك استهلاك التكييف لكل عشرة لتر فيه لتر حط معاهم لتر زيادة للتكييف وأنا بقى بقولك في الطرق الزحمة ما بيبقى الطريق واقف كل عشرة لتر ضيف معاهم ثلاثة لتر بنزيم تاني في استهلاك التكييف في الطرق الزحمة فتاقليل استهلاك التكييف دي تاني نصيحة هتوفر معاك قويس في البنزيم النصيحة التالتة بص دايما على بجهات عربيتك لازم تتأكد إن البجه بتاعت مش محروق ومش بايز ويكون سليم زي الشكل اللي قدامك ده الشكل اللي قدامنا فيه بجه محروق فيه بجه سليم احتراق البجهات في السيارة بيقدي إلى استهلاك بنزيم زيادة دايما فدايما رجع على البجهات بتاعت العربية بتاعتك وتأكد دايما إن هي مظبوطة وكل 40 ألف أو 60 ألف على حاسم أنت متغير على قد إيه تغير ومتستناش على البجهات كتير النصيحة اللي بعد كده هي فلتر الهوى لازم تتأكد دايما إن فلتر الهوى بتاعت العربية بتاعتك محترم نضيف مفوش شوائب مفوش أي حاجة لإن دايما فلتر الهوى أول حاجة بتتسد من الطراب ومن العفرة ومن الكلام ده طلع فلتر الهوى بتاعك دايما وحاولت أنت تنفخه كده بالبلار أو أنت في البنزيمة بتفول أو أنت بتخسل العربية دايما أكد أن أنت لازم تطلع فلتر الهوى وتنفخه بالهوى عشان يكون كويس مفوش أي طراب وكل فترة في السيانة الدولية بتاعتك غير فلتر الهوى تغير فلتر الهوى باستمرار ومعها كمان فلتر التكييف بيخلي العربية توفر في استهلاكها للبنزيم بعد كده النصيحة المهمة ما تعودش دايما تحرق على الغيار في عداد الاربي عداد الاربي ام زي ما أنت شايف قدامك كده فيه أرقام طول ما أنت ماشي على العربية وماشي في الطريق والأرقام بتاعتك دي تحت التلاتة فأنت كده استهلاكك كويس ويعتبر استهلاك متواصل كل ما عداد الاربي ام بتاعك عالي عن التلاتة تعرف أن انت كده استخدام أعلى من المتواصل وهتبتدي أن انت بتسمى إيه؟ بتسمى أن انت بتحرق على الغيار بتحرق على الغيار يعني زيادة في استهلاك البنزيم دايما والناس اللي بتسوق عربية منول دايما يقول لك ريح الغيار ريح الغيار يعني أنت مثلا تلعب تسميت الله وبدأت تطلع اديت الغيار الأولية أول ما العربية تمشي شوية ادي الغيار الثاني على طول العربية تعدى العشرين أو التلاتين ادي الغيار الثالث العربية تعدى الاربعين ادي الغيار الرابع ريح العربية متفضلش مستني اما العربية المطور ستو يعلي عشان تنقل على الغيار اللي بعديه دايما رايح الغيار وبلاش حرق على عداد الاربي لان الحرق والكيك دون والجري بالعربية كل ده بيحرق بنزين بطريقة لا تتخيلها النصيحة البعدي كده المهمة اللي دايما بقول للناس عليها البوابة بتاعت العربية في ناس كتير بتقولك لا ما تنظفش بوابة العربية ده غلط وفي ناس بتقولك لا ما فيش اي مشكلة من التجارب بتهدي ان ما فيش اي مشاكل بتحصل من تنظيف بوابات العربية هل العربية الجديدة او العربية موديل السنة بيحكم فيها مشاكل اعرف ناس كتير برضو بينظفوا البوابات ما فيش منها اي مشكلة والدنيا مزبوطة جدا تنظيف بوابة العربية وحل المشاكل اللي فيها بنشأناها ان هي بتوفر في استهلاك البنزين بتاع العربية دايما على فكرة تقدر ان انت تنظف بوابة العربية ديا بالمادة اللي قدامك ديا العلبة دي بتقدر ان انت تجيبها وبتوصل البخاخ بيها وبتدى ترش في قلب البوابة بتاعت العربية وبمنديل بتمسح كده الشوائب اللي هو بوابة العربية بتطلع منها حاجة زي الهباب اللي السود كده بيكون ده بيعمل ترسبات على البوابة فبيخلي فيه زيادة في حرق البنزيمة أما النصيحة المهمة اللي بعد كده والمهمة قوي اتطمن دايما على الرشاشات بتاعة العربية بتاعتك لازم دايما تتابع أداء الرشاشات عامل إزاي الصورة اللي قدامنا دي فيها ست رشاشات قدامنا رشاش واحد بس اللي أداءه كويس اللي هو الرشاش التاني الباقي كله سيء يما الرشاش مسيل يما ضخ الرشاش متقطع يما الضخ مش مزبوط إنما الصورة التانية دي هي الوحيدة إلى مزبوط على فكرة فيه أجهزة كتيرة جدا منتشرة دلوقتي من خلالها بتقدر أن انت تنظف الرشاشات بتاعت العربية عندي ميكانيكية كتير قوي جابه الجهاز دوا السعر من حوالي من 100 إلى 150 ولو الميكانيكي غالي قوي هياخد منك 200 جنيه عشان ينظف لك الرشاشات بيحط في كل خانة رشاش بيوصله بقلب واصله كده الرشاش ده بيخش فيه بنزيم وبيخرج من ناحية تانية بيختبر أداة الرشاشات ومن جوه من داخل بنزيم والخروج والدخول بيعمل عملية تنظيف لأي شوائب جوه الرشاش فدايما أو كل فترة مع السيانة الدورية لو لقيت الميكانيكي بتاعت بيقولك أنا عنده الجهاز ده حط على طول الجهاز ده وقوله نظف لي الرشاشات كل فترة كده مع كل السيانة دورية مثلا 60 ألف نظف الرشاشات عشان تتضمن على الأداء بتاع الرشاشات النصيحة اللي بعد كده هي دايما اتأكد ان ضغط الكويتش كويس وان الإطارات مزبوطة ماينفعش يبقى فيه كويتش مريح وانت ماشي أي تريحة في الكويتش هتخلي استهلاك البنزيم يعلم حضرتك دايما اتأكد من ضغط الإطارات ان انت ظابطها سواء على 35 أو على 32 أو على 30 زي ما انت بتحب تعملها ولكن لازم الأربع فرد يكونوا مزبوطين زي بعض بالظبط لو فردة واحدة مريحة فيهم هتلاقي العربية أداءها أقل وقت بص تلاقي استهلاك البنزيم علي معك النصيحة القابلة الأخيرة وهي من أهم النصائح في الفيديو بتاع النهاردة وبسميها عقدة استهلاك البنزيم في العربيات هو حساس الشكمان حساس الشكمان ده حاجة من حاجات الصعبة جدا في العربية اللي ممكن يخليك تكره العربية بحرفيا حساس الشكمان ممكن يخلي لتر البنزيم بدل ما بمشيك 10 كيلو يمشيك 2-3 كيلو بس يخليك تتجنن يا جماعة البنزيم بيروح فين يحد بيسرقني يحد بيأمل حاجة غلط حساس الشكمان ده لو مش مظبوط هيزعلك خالص فلو انت بصيت ولاية استهلاك العربية في البنزيم بتاعك يعيلي بطريقة رهيبة أول حاجة بص عليها حساس الشكمان طب هبص إزاي حساس الشكمان دلوقتي عند الميكانيكية الشاطرين عندهم الكمبيوتر يوصل الكمبيوتر بالعربية وبيقوله على طول حساس الشكمان مظبوط ولا لا لو فيه أي مشكلة بتظهر عنده دايما حساس الشكمان دايما اهتم بيه وليه أعراض تلف لما تلاقي بنزيم عيلي معاك وتلاقي الحساس الشكمان ده تسد أو فيه مشاكل بتلاقي دايما فيه مشاكل جاي من حساس الشكمان حساس الشكمان ناس كتير بتقولك ممكن ان احنا ننظفه وبيحطوه في قلب بنزيم كده بايتو يوم ويبتدو ينظفوه في فرشة ويسلكوه ولكن في الآخر الحساس برضو ما بيقديش الأداء بتاعه ممكن ينظف شوية ولكن بيفضل برضو الأداء بتاعه مزي الأول بيفضل استهلاك في البنزيم على طول غير حساس الشكمان ناس دلوقتي معادنا مع النصيحة العشرة والأخيرة اللي بعتبرها أهم نصيحة في توفير البنزيم في العربية هي ان انت تحول عربية الغاز وتريح دماغك من كل اللي احنا قلنا ده استهلاك الغاز دلوقتي في العربيات أصبح مفيد جدا الكلام الكتير اللي كنا بنسمعه على ان الغاز بيدمر مطور العربية ما بقاش موجود غالبا دلوقتي مع النظام الجديد وهو الحقن الذاتي للغاز فأصبح الموضوع أسهل بكتير لأن الجهاز اللي بيركب بيديك بنزيم وبيديك غاز بيمشيك باللكنين ولكن مثلا لو عشر بخات غاز قدامها بخاتين تلاتة بنزيم فبيحافظ على أداء العربية ويبتلاتة جنيه خمسة وسبعين المتر فبيوفر عليك كتير فكانت النصيحة الأخيرة اللي أنا شايفة واننا النفس أعملها برضو ان انت تحول عربية غاز لو الموضوع صعب عليك ده كان فيديو سريع من سلسلة الفيديوهات التعليمية ان شاء الله اللي هنعملها الفترة الجاية جمعنا الله وإياكم في جنة أرضاك عرض السماء والأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة